اشتركوا في القناة ليه لاننا كنا بنشبه الام بالمدرسة كنا بنشبه كلمة بكلمة علشان كده كنا بنسمي التشبيه ده تشبيه مفرد فالتشبيه المفرد هو التشبيه البليغ والتشبيه المجمل والتشبيه المفصل لكن عندنا نوع تاني من التشبيه اسمه التشبيه المركب هتقول لي مركب هقولك اه مستغرب ليه اسمه تشبيه مركب والتشبيه المركب ده سيدي بيندرك تحته نوعان من التشبيه اللي هو التشبيه التمثيلي والتشبيه الضمني هتقولي طب هو يفرق ايه التشبيه المركب ده عن التشبيه المفرد هقولك التشبيه المفرد احنا لسه ايليين كنا بنشبه كلمة بكلمة لكن التشبيه المركب احنا مش بنشبه كلمة بكلمة وانما احنا بنشبه حالة بحالة المشبه بيبقى ليه حالة معينة والمشبه به بيبقى برضو ليه حالة معينة وعشان تفهم اكتر انا اصد ايه تعالى ناخد الانواع دي واشرحها لك بالتفصيل هنمسك النوع الاول والنتكلم عنه اللي هو التشبيه التمثيلي التشبيه التمثيلي ده سيدي هو عبارة عن تشبيه حالة بحالة او صورة بصورة المشبه بيبقى ليه حالة معينة والمشبه بيبقى ليه حالة معينة هتقولي ازاي يعني هقولك يعني مثلا لما نقول الفتاة كالقمر في السماء هنا لو بصينا على الجملة دية الفتاة مشاء الله الاكبر يعني بنقول عليها ان هي زي الامر او كالقمر فالفتاة هنا مشبه لأننا بنشبهها بالأمر طب والقمر مشبه به وعندنا أداة تشبيه يبقى كده فيه تلات أركان فبنقول على التشبيه ده إنه هو تشبيه مجمل طبعاً مفيش وجه شبه إيه واحد قولي في السماء دي وجه شبه لازعل منك واجب ناس تزعل معاي المهم عندي بقى هنا احنا كنا بنشبه إيه بإيه هتقولي كنا بنشبه إيه الفتاة بالقمر جميل كنا بنشبه كلمة بكلمة لكن تخيل معاي كده لو حولنا شوية في الجملة وقلنا الفتاة بين صديقاتها قال كمري بين النجوم هنا لو سألتكم وإحنا بنشبه إيه بإيه هتقولي بنشبه الفتاة بالقمر فيعتبر الفتاة مشبه طب والقمر يعتبر مشبه به هقولك جميل جداً لكن لو لوحظت هتلاقي فيه فرق بين الجملة دي والجملة اللي فاتت هنا احنا بنشبه الفتاة في حالة معينة ما بنشبهش الفتاة وخلاص لا الفتاة اللي احنا بنشبهها لها حالة معينة إيه الحالة بتاعتها؟ إن الفتاة في حالة إن هي بين صديقاتها عملة زي القمر في حالة إن هو يبقى بين النجوم وعلى هذا الأساس يا سيدي قلنا إن التشبيه اللي عندنا ده تشبيه تمثيلي لأننا بنشبه الفتاة في حالة معينة بالقمر في حالة معينة ما قلتلكش الفتاة كالقمر وسبتكم شئت ولو قلتلك الفتاة القمر بين النجوم وسبتكم شئت لا هنا المشبه لي حالة معينة والمشبه به لي حالة معينة هتقوللي طب سؤال معلش هو لازم المشبه والمشبه به كل واحد يبقى لي حالة معينة؟ يعني مثلا لو قلنا الفتاة قلقمري بين النجوم هنا التشبيه عندي يبقى إيه؟ أقولك لا ما يبقاش تشبيه تمثيلي لأن المشبه ملوش حالة معينة هنا انا بشبه الفتاة بالقمر بين النجوم عادي جدا القمر ليه حالة لكن الفتاة ملهاش حالة يبقى اول على التشبيه ده انه هو تابع التشبيه المفرد بشبه كلمة بكلم طيب انهي نوع في التشبيه المفرد انتعال نجرب نشوف الاركان عندي مشبه ومشبه به اللي هي الفتاة والقمر وعندي ادات تشبيه اللي هي الكاف يبقى بيساوي عندي تشبيه مجمل طيب بين النجوم دي واجه شبه لا طبعا دي مش واجه شبه دي حاجة خاصة بالقمر اللي هي حالة القمر يعني هتقول لي أنا حاسس والله وأعلم والله وأعلم يعني إن أنا فاهم بس عايز أتأكد حبتين هقولك يلا يا سيدي نتأكد تعال ناخد مثال تاني يقول أحد الشعراء إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجي كسرها لا يجبره هنا طبعا علشان حضرتك تطلع التشبيه لازم الأول تبقى فاهم المعنى العام للبيت هنا الشاعر بيقول إن القلوب لو خسرت الود اللي ما بينها بتبقى عاملة بالضبط زي الزجاج زي الزجاج لما يكسر ساعتها ما ينفعش نصلحه طيب هنا الشعر بيشبه فاقتدأ سأل نفسي هو الشعر بيشبه إيه بإيه الشعر بيشبه القلوب بالزجاج جميل يبقى أنا عندي مشابه وعندي مشابه به المشابه اللي هو القلوب والمشابه به اللي هو الزجاج جميل جدا وعندي أدات شبه اللي هي كلمة مثل هتقول لي معنى كده إذا ده تشبيه مجمل هقول لك أصبر على رزقك يا سيدي اصبر على رزقك وما تستعجلش احنا عندنا ده ممكن يبقى تشبيه مجمل وممكن يبقى تشبيه تمثيلي تعال نشوف هل انا قلتلك ان القلوب مثل الزجاج وخلاص ولا قلتلك ان القلوب في حالة معينة زي الزجاج في حالة معينة قلنا كده قلنا القلوب في حالة ان هي تنافرة ودها خسرة الود بتبقى عاملة زي مين زي الزجاج في حالة انه يقصر ولا يجبر فبنقول هنا ان التشبيه عندنا تشبيه تمثيلي لأن المشبه ليه حالة معينة والمشبه بيه ليه حالة معينة شبهنا القلوب في حالة أنها تنافرت بالزجاج في حالة أنه هو يتكسر لا يمكن جبره أو لا يمكن إصلاحه هتقول لي أنا حاسس والله أعلم والله أعلم يعني أن التشبيه التمثيلي ده شبه التشبيه المجمل بالضبط وخايف في الامتحان أطلقبط ما بينهم هقولك بص يا سيدي التشبيه التمثيلي غالبا غالبا بيبقى فيه أدات تشبيه غالبا يعني معنى كده ان هو ممكن ييجي من غير اداة تشبيه ممكن ييجي من غير اداة تشبيه المهم عندي اني بيبقى فيه مشبه في حالة معينة والمشبه بيه في حالة معينة لكن التشبيه المجمل كنت بشبه كلمة بكلمة والموضوع انتهى وطبعا كان بيبقى فيه اداء ووجه وزي اخينا الشاعر اللي كان بيحب واحدة اسمها ليلى ولا هي طيقاء ولا معبرا فهم قال البيت الشعري ده قال فاصبحت من ليلة الغدادة كقابد على الماء خانته فروجه الاصابع ومعنى البيت سريعا كده ان الشاعر بيقول ان هو لما بيقرب من ليلة او بيادنه منها ساعتها بتفر منه او بتهرب منه بيبقى عمل ساعتها بالزبط زي الانسان القابد على الماء اللي مسك المية بيقديه بمجرد ما يطلع المية من البحر ساعتها بتخونه فروج الاصابع وما بيقدرش يتحكم في المية او ما يقدرش يسيطر عليها فلو بصين على التشبيه اللي هنا هلا ان الشاعر بيشبه نفسه في حالة ان هو لما بيقرب من ليلة او بيادنه منها ساعتها هي بتفر منه او ما بيقدرش يسيطر عليها زي بالزبط مين بيشبه نفسه بمين بالقابد بالقابد على الماء في حالة ان هو بيمسك المية بيديه وبيتخيل ان هو مسكها بمجرد ما يطلع بيها بقى ساعتها المية بتوع تاني بين فروج الاصابع اللي هي فتحات الاصابع فالتشبيه عندنا هنا بنقول عليه ان هو تشبيه تمثيلي لان الشاعر هنا بيشبه نفسه في حالة ان هو بيادنه من ليلة وما بيقدرش يسيطر عليها زي بالزبط القابد على الماء لما بيجي يطلع ايدي من المية برضو ما بيقدرش يسيطر عليها والما يطع منه فهنا بنشبه حالة بحالة المشبه لحالة معينة والمشبه به برضو لحالة معينة وعندنا هنا الاداء اللي هي الكاف فعلى طول ده تشبيه تمثيلي او زي الشاعر اللي صح من النوم لقى نفسه كبر فجأة وشعره بيضه عجز راح قال على طول بيت الشعر ده والشايب اضطرد السواد بياضه كالصبحي احدث للظلامي افولة فهنا الشاعر بيتحصر انه كبر في السن وشعره بيض وبيشبه الشايب اللي هو بياض الرأس انه لما بيجي مكان الشعر الاسود بالصبح لما بيجي مكان الليل فهلاقي عندنا هنا ان الشاعر شبه الشايب اللي هو بياض الرأس في حالة معينة انه بيجي مكان السواد بالصبح لما بيجي مكان الليل وطبعا اصدنا ان بيجي مكانه ان الصبح لما بيطلع الليل بيبتدي يختفي فعشان كده بنقول ان التشبيه عندنا تشبيه تمثيلي ولو انت ملاحظ وانا واصدك ان انت اكيد ملاحظ اننا عندنا هنا اداة تشبيه اللي هي الكاف اللي اتصلت بالصبح او زي الشاعر اللي حاب يمدح واحد اسمه سهيل فهم قال كأن سهيلا والنجوم ورائه صفوفه صلاة قام فيها امامه فهنا الشاعر الكبرى بتاعنا بيشبه سهيل في حالة ان النجوم بتبقى وراءه يعني هو قدامهم عشان هو اعلى منزلة منهم يعني والنجوم وراء بالامام اللي بيصلي بالناس والصفوف دايما بتبقى وراءه فهنا عندنا مشبه اللي هو سهيل بس في حالة معينة ان النجوم وراءه وعندنا مشبه به اللي هو الامام بس في حالة معينة ان صفوف المصلين وراءه فهنا فيه مشبه في حالة معينة ومشبه به في حالة معينة وعندنا كمان اداة تشبيه اللي هي كأن فعلى طول نقول ان التشبيه ده ايه تشبيه تمثيلي لكن عايزك تخلي بالك من حتة مهمة جدا جدا ممكن قوي قوي التشبيه التمثيلي ييجي من غير أداة تشبيه هتقولي إزاي يعني هقولك طب ما أنا أقيل لك إن التشبيه التمثيلي غالبا بيجي في أداة لكن ممكن تفاجأ إن ما فيوش أداة عادي جدا زي لما نقول قول الشاعر ولاحت الشمس تحكي عند مطلعها مرآة تبرن بدت في كف مرتعش هنا الشاعر بيشبه الشمس لما بتظهر وقت مطلعها من المشرق يعني بالمرآة بالمرآة المصنوعة من ذهب لما يمسكها أو تظهر في إيد واحد كف مرتعش فهنا بنقول على البيت ده إن هو تشبيه تمثيلي رغم إن ما فيوش أداة تشبيه عادي جدا فإحنا بنشبي الشمس في حالة إن هي بتظهر وهي لامعة بالمرآة التبر اللي هي مرآة من الزهب يعني تبر يعني زهب بالمرآة من الزهب لما تظهر في إيد واحد كف مرتعشة فساعتها المرآة برضو بتظهر لامعة واللمعان بتاعها كل شوية متحرك لانه ايده مرتعشة مثبتة فبيظهر الضوء ويكأنه متحرك زي ضوء الشمس بالضبط فهنا بنقول ان ده تشبيه تمثيلي لاننا شبهنا الشمس بحالة معينة بالمرأة في حالة معينة والنوع الثاني عندنا من التشبيه المركب يا سيدي هو التشبيه الضمني والتشبيه الضمني يشبه شوية للتشبيه تمثيلي في ايه؟ اننا بنشبه حالة بحالة او صورة بصورة لكن خلي بالك التشبيه الضمني ما بيجيش في ادى التشبيه ثانيا التشبيه الضمني هتلاقي ما بيجيش صريح ابدا في البيت هتلاقي دايما انت بتفهمه لكن ما بقولكش ان انا بشبه حاجة بحاجة زي مثلا لما نقول قول الشاعر ميهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بمية ايلامه فهنا الشاعر بيقول ان الانسان اللي اعتاد الهوان يسهل عليه جدا ان هو يفضل متحمل الهوان وانه دائما يعيش في ظل وهوان وفي الشاطر التاني تلاقيه بيقولنا حكمة تانية ان الانسان الميت لما نيجي نجرحه ما بيتقلمش لا يتقلم فلما تيجي تبص للبيت دا ظاهرا كده من اول لحظة هتقول ان ما فيش تشبيه ما فيش عندي مشبه صريح بشبيهه بحاجة تانية صريح يعني ما عنديش ولا مشبه صريح ولا مشبه بيه صريح وانما اكتر حاجة تقدر تجسد لك التشبيه الضمن دا المثال اللي احنا بنقوله دايما اللي على رأسه باضحة بيحسس عليها يوم الشاعر جايب لك في الشطر الاول الحاجة اللي هو عايز يقولها لك ويأكد الحاجة دي او يعمل التشبيه بتاعه في الشطر التاني على هيئة حكمة يعني هو عايز يقولك ان الانسان الزليل اللي اعتاد الزل سهل جدا يتزل يفضل بتزل على طول لانه كده كده بيتحمل الزل وعشان يوضح لي الفكرة دي حاب يعمل لي تشبيه بس مش تشبيه صريح حاجة اسمها تشبيه ضمني خافي كده يتفهم وما يتشافش قدامك هتقول لي التبقى دا ما هو بيتفهم وما يتشافش وما انا عرفه ازاي هقولك ما انا بقولك اوه هتلاقي الشطر الاول هو عايز يقول حاجة طب الشطر التاني بيقول حكمة بتمهد للحاجة دي او بيقول حكمة بتأكد على الحاجة دي فهو بيقول في الشطر الاول ان الانسان الزليل سهل جدا انه هو يفضل متحمل للاذق وامرح في الشطر التاني اي الحكمة بتأكد الشطر الاول ايه هي الحكمة ان الانسان الميت لما نيجي نجرحه ما بيتقلمش زي الانسان الزليل لما نيجي نزله هو كده كده متعوت على الزل والهوان او زي لما نقول قول الشاعر ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها ان السفينة لا تجري على اليابسي هنا الشاعر بيقول لنا ان بعض الناس بتبقى عايزة النجاة عايزة تنجو لكن ما بتمشيش في الطريق الصحيح وامرح في البيت التاني اي الحكمة تأكد لي الشطر الاول ان السفينة كده كده ما ينفعش تجري او ما ينفعش تسير على الطريق اليابس لان اليابس بالنسبة للسفينة طريق خطأ لان المفروض السفينة تمشي فين؟ تمشي في البحر ما ينفعش تمشي على اليابسة فهنا لما تبصي في البيت مفيش عندي تشبيه صريح ما بيقوليش انت شبه كذا او في مشبه صريحة او انا بشبيه بحاجة صريحة هو بيقولي حاجة في الشطر الاول وتلاقيه بيأكد عليها بحكمة في الشطر التاني فبنقول ان التشبيه هنا تشبيه ضمني بيشبه الانسان اللي عايز ينجو وماشي في الطريق الخطأ بالسفينة اللي ماشي في الطريق الخطأ وعايزة توصل وطبعا زي ما انت ملاحظ واكيد يعني انت ملاحظ ان ما فيش عندي ادوات تشبيه في التشبيه الضمني هتقولي صح ليه ما فيش عندي ادوات تشبيه في التشبيه الضمني هقولي حضرتك لان التشبيه الضمني احنا اتفقنا ان هو المفروض يفهم من السياق وما بيكونش تشبيه صريح واحنا لو جبنا ادات تشبيه هيكون التشبيه صريح واحنا اصلا عايزينه ما يبقى الصريح هتقول لا انا مليش دعوة عايزه صريح علشان اعرف حلو في الامتحان هقولك يا عم ما تخفش هتعرف تحلو في الامتحان بس ركز معايا وديك كم مثال بس كمان او زي قول الشاعر ابي فراس الحمداني سيذكرني قومي اذا جد جدهم وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر هنا الشاعر بتاعنا بيقول ان قومه هيذكروني اي هيطلبوني هيطلبوه يعني اول ما تواجههم اي صعبات او اي مشاكل وطبعا هو لو مش موجود وسطهم هم مش يعرفوا يتصرفوا ولا يحلوا تلك المشاكل ولا تلك الامور وكذلك الحال في الليلة الظلماء يفتقد البدر الليلة اللي هي شديدة الظلام دي ساعتها الناس بتفتقد البدر بتقول يا سلام البدر يطلع عليه لانهور لنا الدنيا دي كلها فالشاعر هنا بيشبه تشبيه ضمني محبش يشبه نفسه بالبدر تشبيه صريح ويجيبها مثلا تشبيه تمثيلي او يشبه نفسه تشبيه بليغ حب يشبه تشبيه ضمني علشان يبقى مفهوم بس من السياق وما يبقاش صريح فهنا التشبيه ده على طب بنقول عليه انه هو تشبيه ايه اللي انهور عليك تشبيه ضمني في الشطر الاول عبر عن رأيه قال والله يا جماعنا قومي دايما هيفضلوا يذكروني اول ما تواجههم اي صعوبات طيب شبه نفسه بالامر او شبه نفسه بالبدر لا دم اي الحكمة اي الحكمة اللي هي الشطر التاني في الليلة الظلمائي يفتقد البدر كل الناس بتفتقد البدر في الليلة اللي هي شديدة الظلام هتقولي طب هنا ما ينفعش نقول على التشبيه ده انه تشبيه تمثيلي انه شبه حالة بحالة هقولك التشبيه ده ما ينفعش تشبيه تمثيلي لانه مش تشبيه صريح هو الشعر ما قالكش صراحة انا كالليل او انا في حالة ان قومي بيذكروني بالبدر لما الناس بتفتقدوا في الليلة الظلماء ما قالش كده صراحة وانما جابها ازاي جاب الشطر الاول تكلم عن اللي هو عايز يقوله وفي الشطر التاني اكد عن اللي هو عايز يقوله بحكمة بتدعم ده هتقولي يعني معنى كلامك ان التشبيه ضمني بيجي في بيت واحد يعني دايما هنلاقي الشطر الاول الشعر بيقول اللي هو عايز يقوله والشطر الثاني هنلاقي حكمة للشطر الاول بيأكد عليها هقولك غالبا اه لكن احيانا بتيجي في بيت وبيت من شطر وشطر ممكن يجيب لك بيت كامل بيعبر عن اللي هو عايز يقوله ويجي في البيت التاني يعمل فيه تشبيه ضمني يقول في حكمة يعمل فيها اسقاط على البيت اللي فات يعني مثلا عندك الابيات اللي قالها ابو الطيف في متح ام سيف الدولة كان بيقول لها ايه بيقول لها ولو كان النساء كمان ذكرنا لفضلة النساء على الرجال فما التأنيث لاسم الشمس عيبا ولا التذكير فخر للهلال فلا الشعر عندنا في البيت الاول بيمدح ام سيف الدولة بيقول لها يا سلام لو كل النساء عندنا زيك ساعتها نقدر نقول ان النساء افضل من الرجال وحب يدعم الكلام ده بحكمة على هيئة تشبيه ضمني فامجي في البيت التاني عمل اسقاط على البيت الاول عن طريق الحكمة فبيقول لها ايه وعتف تكري ان التأنيس لسم الشمس ده عيب يعني الشمس على شام مؤنسة ده مش عيب عليها ده الشمس دي بتنير الكون رغم ان هي مؤنس وهو اعتف تكري ان الهلال علشان هو مذكر ان هو يعتبر كده فخر الهلال اصلا ما بيطلعش نور زي كمية النور اللي بتخرج من الشمس يعني العبرة مش بالتذكير والتأنيس العبرة بالاشخاص او العبرة بالتأثير فهنلاقي ان البيت الثاني كله حكمة بتأكد البيت الاول او بتعمل اسقاط عليها عشان كده بنقول ان التشبيه عندنا تشبيه ضمني هو بيشبه حالة بحالة بس تشبيه خفي ما يفهمش على طول من الصياق وغالبا عشان توصل للتشبيه الضمني دور على الحكمة اللي في الشاطر الثاني بتأكد الشاطر الاول او دور على الحكمة اللي في البيت الثاني بتأكد البيت اللي قابله ودلوقت عشان اتطمن انك فهمت اللي فات تعال ناخد تدريبات مع بعض طيب التدريب الاول قول الشاعر كأن اخلاقك في لطفها وركة فيها نسيم الصباحي هنا يبتدي يسألني يعمل لي اختيارات في النظام الحديث ويقول لي هو التشبيه اللي هنا نوعه مجمل ولا مفصل ولا تمثيلي ولا ضمني طبعا اول حاجة انت حضرتك هتفكر فيها التشبيه الضمني والتمثيلي علشان احنا لسه اخدنهم يا لقيم انت يا لقيم فساعتها الحاق وولك خلي بالك التدريب ده يشمل كل دروس التشبيه مش بسألك في الضمني والتمثيل انت يا ودي خلبوس فعلشان تقدر توصل للتشبيه صح اسأل نفسك انت بتشبه ايه بايه اللي انت بتشبهه بايه بيقول لي كأن كأن دي اول ما تشوفها اعرف ان فيه تشبيه هنا لان كأن على طول ادى التشبيه وقولك على حتة كمان كأن لما بيتصل بها ضمير يبقى كأن هي الاداة والضمير اللي اتصل بها هو المشبه طيب يبقى كأن ادى التشبيه انت بتشبه ايه بايه بيقول لي كأن اخلاقك حلو بشبه الاخلاق جميل جدا ممتاز في لطفها ورقة فيها ورقةها يعني عملة زي ايه الاخلاق دي قال لي بتبقى عملة زي نسيم الصباح يبقى بيشبه الاخلاق بنسيم الصباح يبقى انا كده عندي ادات تشبيه عندي مشبه اللي هي الاخلاق وعندي نسيم الصباح اللي هي المشبه به طيب عندي هنا في وجه شبه ايو في وجه شبه اللي هي في لطفها الاخلاق بتشبه النسيم في ايه في لطفها ان الاتنين بيتسموا باللطف وبرقتها اللي اتنين بيتسموا بالرقة يبقى هنا الاربع اركان عندي موجدين يبقى التشبيه عندنا هنا تشبيه نوعه ايه مفصل اللي نور عليك او زي لما نقول قول الشاعر رأيتك صبحا وبيتا وحلما رأيتك كل الذي اشتهيه هنا لو بصنا برضو في البيت ده وسألتك هو التشبيه اللي عندنا في البيت ده تشبيه مجمل ولا بليغ ولا ضمني ولا تمثيلي مش عايزك تتسرع اسأل نفسك هو انت بتشبيه ايه بايه او مين بمين فهنا الشاعر بيكلم محبوبته بيقولها رأيتك صبحا وبيتا وحلما حلو هي محبوبته دي صبح لا اطبع طب محبوبتي دي بيت برضو لا اطبع طب محبوبتي دي حلم برضو لا اطبع يو بيشبه محبوبته اللي هي الكاف بيعبر عنها ضمير الكاف دي مشابه بالايه بالصبح حلو جميل جدا طيب عندنا في وجه شبه لا ما قال ليش هي زي الصبح في ايه طب عندنا فيه اداة برضو لا ما قاليش ما قاليش اي اداء من ادوات التشبيه فعلى طول نقول ان التشبيه بتاعنا ده تشبيه بليغ جميل وفيه برضو تشبيه تاني ان هو بيشبهها مرة بالصبح ومرة بالبيت ومرة بالحلم كل دي تشبيهات بليغة هتقول لي ايه ده هو ممكن يجي اكتر من تشبيه في البيت اه ممكن بس خلي بالك التشبيهات اللي جات ورا بعض دي كلها تشبيهات بليغة فنعلم على التشبيه البليغ او زي لما نقول قول حافظ ابراهيم المعروفة فى السر كما يركبه العاشقอغفاء الراقيبي هناALشاعر عندنا بيشبه اللي بيبز للمعروف فى السر لو يبعى عندنا هنا في مشبة فى حالة مُعينة انه هوا يبزل المعروف مش اي معروف وخلاص بيبزله فى حالة انهوا بيبزله فى السر وعندنا دات تشبيه ليها الكاف المتصله بالมاء بيشبهه بالائه بالعاشق اللي بينتظر اللحظة اللي الراقيب اللي شايفه يعني واللي بيرقبه هيغفل فيها عشان يقدر يعمل اللي هو عايزه فهنا الشاعر بيشبه المشبه في حالة معينة اللي عايز يطلع المعروف في حالة انه هو هيطلعه في السر بالعاشق في حالة اللي بينتظر ان اللي بيرقبه يغفل عنه وفي عندنا اداة تشبيه اللي هي الكافة اللي متصلة بما يبع على طول وانا مغمض اختار التشبيه هنا ايه تشبيه تمثيلي الله ينور عليك او زي الشاعر اللي حبي يمدح اتنين صحابه وقال واصبح شعري منهما في مكانه وفي عنق الحسناء يستحسن العقده فهنا الشاعر بيقول ان الشاعر اللي هو بيقوله في الاتنين اللي هو بيمدحهم محطوط في مكانه زي بالزبط العقد اللي بيتحط في عنق الحسناء بيبقى محطوط في مكانه هتقول لي ايه ده؟ يعني اصدق تقول ان ده تشبيه تمثيلي؟ هقولك لا طبعا لانه ما شبيهش صراحة وانما هو قال كلام وامرح للشطر التاني حط حكمة بتأكد للكلام ده فبنقول ان التشبيه هنا تشبيه ضمني فانعلم على التشبيه الضمني هتقول لي طيب ليه ما نقولش ان هو تشبيه تمثيلي مش هنا بيشبيه حالة بحالة؟ هقولك اه طبعا طبعا أنا بجيب لك في الشطر الأول حاجة اللي أنا عايز أقولها لك وبابتدأ أعمل عليها إسقاط كحكمة أأكد عليها كحكمة تمام؟ طبعا لازم تكون الحكمة بتأكد على اللي أنا بقوله أو في نفس الاتجاه بتاع الشطر الأول أو زي لما نقول قول الشاعر سبحان من برأ النجوم كأنها ضر طفى من فوق بحر مائج فهنا الشاعر بيشبه الإبداع في خلق الله للنجوم بتضر في حالة لما بياطفوا فوق البحر المائج فبنقول هنا إن الشاعر شبه النجوم في حالة معينة بتضر في حالة معينة يبقى ده تشبيه حالة بحالة طب وفي أداة تشبيه بتأكد للكلام ده آه كأنها فما درش أقول تشبيه ضمني يبقى على طول نقول إن ده تشبيه تشبيه تمثيلي وبكده سيدي نكون خلصنا محاضرتنا النهاردة نلقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم